لام الاستغاثة يا للرجال يا للرجال الأصل يا للرجال لماذا حذفت هنا حمزة الوصل وذلك لأن لدخول لام الاستغاثة على التعريف لأنها دخلت عليها اللام حذفت حمزة الوصل لدخول اللام عليها لام التعجو يا للهول الأصل يا للهول خامسا تحذف الألف المتطرفة من ماء الاستفهامية متى تحذف الألف من ماء الاستفهامية مسبوقة بحرف جر مثل هنا أمة أصلها أمّا عمّا يتساءلون لكن هنا حذفت الألف فأصبحت أمّا يتساءلون وبمّا تكتبوا وفيما تفكر وعلامة هنا بمّا 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 لكن حذفت الألف هنا المتطرفة من ماء الاستفهامية مسبوقة بحرف جر عندما تكون ماء استفهامية مسبوقة بحرف جر تحذف الألف المتطرفة وتثبت هذه الألف إذا ركبت ماء مع ذا إذا ركبت ماء مع ذا لماذا تسافر؟ لماذا؟ لاحظوا هنا الألف لم تحدث من ماء لأنها ركبت مع ذا وبماذا تقدم أخوك؟ سادسا تحذف من اسم الإشارة ذا موصولا باللام تحذف من اسم الإشارة ذا موصولا باللام ذلك ذلكم ذلكم سابعا تحذف منها التنبيه مع ذا هذا باللفظ تقرأ هاذا هناك ألف لكن حذفت الألف منها التنبيه مع ذا هذه أولئي هؤلئي هنا حذفت من هذا وهذه وأولئي وهؤلئي لماذا حذفت من هذه؟ الأسماء وذلك لأنها تحذف الألف مع من هاء التنبيه مع ذا إذا كانت هاء التنبيه مع ذا تحذف الألف ثالثا تحذف ألف التعريف متى نحذف ألف التعريف أولا تحذف من كل اسم أو حرف فيه لام وعرفه بأل ثم دخلت عليه اللام ماذا نقصد بهذه؟ إنه كل اسم أو حرف فيه لام وبعد ذلك عرفه بأل ثم دخلت عليه اللام تحذف الألف مثل اللبن اللحم الليمون فإذا أدخلنا اللام على اللبن واللحم والليمون تحذف هذه الألف للبن للحم للليمون والأصل اللبني واللحم لكن عندما دخلت عرفت هذه الأسماء بالتعريف ثم دخلت عليها اللام حذفت منها الألف ثانيا تحذف من الأسماء الموصولة التي تكتب بلامين للمثنى وجمع المؤنث إذا دخلت عليه لام مفتوحة أو مكسورة أرجو من حضراتكم عزائي الطلبة أن تحفظوا هذه القواعد تحذفوا من الأسماء الموصولة التي تكتب بلامين للمثنى وجمع المؤنث إذا دخلت عليه لا من مفتوحة أو مكسورة مثل اللذان اللتان اللاتي اللواتي اللائي لاحظوا هنا اللذان أسماء موصولة واللتاني واللاتي واللواتي واللائي هذه أسماء موصولة تكتب بلامين من المثنى وجمع المؤنث إذا دخلت عليه لا مفتوحة أو مكسورة فتصبح بعد دخول اللام للذين للتين للاتي للاتي للواتي لللائي فبعد دخول اللام حذفت هذه الألف فأصبحت للذين للتين للاتي للواتي لللائي هنا حذفة الألف ثانيا عفوا ثالثا تحذف هذه الألف من لفظة جلالة الله إذا دخلت عليه اللام مفتوحة أو مكسورة مثل الملك لله أرحم الراحمين لله في ذلك حكمته إذا أتى سؤال لكم لماذا حذفت الألف من اسم الجلالة الله في هذه الجملة تقولون سبب الحذ لأنه دخلت عليه اللام سواء مفتوحة أو مكسورة قلنا تحذف هنا الألف حذف اللام تحذف اللام من ثلاثة أسماء موصولة الذي والتي والذين وعلى الرغم من إنها تكتب بلام واحدة فإنها تنطق بلامين أما بقية الأسماء الموصولة فلا تحدث منها اللام بل تنطق وتكتب بلامين مثل اللذاني واللتاني واللاتي واللواتي واللائي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر